وفرت مملكة البحرين في جميع المراكز الصحية تطعيم فايزر بايونتيك المطور كجرعة منشطة للوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته وذلك بهدف تعزيز المناعة المكتسبة وضمان الحفاظ على صحة وأمن المجتمع وقد دعت وزارة الصحة منذ لحظة توفر التطعيم الفئات المؤهلة لأخذ التطعيم المطور كجرعة منشطة حيث شهدت المراكز الصحية إقبالاً لافتاً والتي تعكس التزام المجتمع ككل بكافة الإجراءات التي ستؤمن الحماية الأفضل التفاصيل في التقرير التالي في إطار المساعي الوطنية الحثيثة الرامية لتعزيز المناعة المجتمعية يواصل المواطنون والمقيمون وخاصة من يعانون من أمراض نقص المناعة الإقبال على تلقي تطعيم فايزر بيونتك المطور كجرعة منشطة للوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته لما لها من دور في توفير الحماية من الفيروس ومضاعفاته إلى جانب تنشيط مناعة الأفراد وضمان الصحة العامة للجميع الاستمرارية توفير الحماية والوقاية وتعزيز الصحة تحرس مملكتنا البحرين على أنه يتيب آخر التطعيمات الموجودة طبعاً هاي تطعيم يعطى لحق الأطفال البالغين الأكثر من 12 سنة ويعطى للأشخاص طبعاً اللي ما تلقوا التطعيم من قبل أو كجرعة تنشيطية حق الأشخاص اللي ما كملوا جرعاتهم التنشيطية القبلية طبعاً نعطي حق الفئات الكبار في السن اللي عندهم أمراض مزمنة مثل الأمراض السكري مراض القلب مثل الأمراض الربو والتطعيم ممكن ينأخذ في جميع مراكز البحرين بدون أخذ أي موعد مسبق طبعاً تحرص مملكة البحرين دائماً على أن نرفع المناعة المجتمعية فندعو جميع المقيمين والبحرينيين إلى أخذ التطعيم عشان نسمو ونرتقي إلى مجتمع صحي واعي وسليم هذا الإقبال في جميع المراكز الصحية يؤكد حرص أبناء المجتمع ككل في الحفاظ على مجتمع صحي والتأكيد على وقوفهم وتكاتفهم مع فريق البحرين لتحقيق الأهداف الصحية المنشودة جميع منهم 12 سنة فما أعلى ممكن يقدمون على التطعيم اللي صار لتسع شور من خذ أخذ جرعة تنشيطية يقدر يأخذها مرة ثانية لكن الفئات الأكثر مستهدفة وهو الأكثر عرضة للخطر للفيروس منهم هذه الفئات؟ يعني عنهم نقص مناعة الفئات اللي عندهم أمراض مزمنة أهمية أخذ التطعيمات المطورة هو عشان نواكب هاي المتحورات اللي صارت حق الفيروس الفئات الأكثر مستهدفة نحن نحثهم على أن يأخذون هذه التطعيمات المطورة لأنهم ما زالوا ليحن أكثر عرضة يتوفر التطعيم في جميع المراكز الصحية في البحرين فبالتالي نحث جميع المواطنين والمقيمين للتوجه للمراكز الصحية وأخذ التطعيم بالتالي للحماية من متحورات كورونا الجديدة هناك أقبال من المواطنين والمقيمين على أخذ التطعيم لما للتطعيم من فوائد للشخص وكذلك أسرته والمجتمع بشكل عام حرصت مملكة البحرين منذ ظهور أول حالة إصابة بكوفيد-19 قبل عامين ونصف تغريباً على تحصين جميع أبناء المجتمع وتغديم كافة الرعاية والعلاج والتوعية من أجل كبح انتشار الجائحة العالمية والحفاظ على المجتمع ليكون آمناً وخالياً من الأوبئة طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين